فيه او مش سؤال بدأ وكلمت على القصة دي مبارح بدأك الناس تتكلم على السوشال ميديا تحديدا هو كولر بيبيع رجالته ما بيحبش الناس بتاعته الناس اللي في الجهاز الفني واللعاب اللي بيحبه النهاردة بيقل بعليه بكرة ده اتقال كتير قوي بعد ما سمعنا خالد بيبه وخالد الجوادي خلاص ماشيين من النادي الاهلي ايه اللي بيحصل؟ هل كولر فعلا ما بيحبش حد بيحب نفسه بس زي ما بعض الناس كاتوة طبعا مختلف ولا فيه مشكلة جوا الفيلا هاي لو سؤال ده اعجيلك السؤال بس عايز اخط بس حاجة من كلام سعيد في قصة محمد علي بالرمضان بجد والله يبخت مسؤولين الاهلي لما نيجي نتكلم على مسؤولين النادي الاهلي كده لما يكون محمد علي بالرمضان لعب في التراجي التونسي من نشرين التراجي التونسي وضيطلع على اوروبا ويوم لما يقوز يرجع افريقيا تاني تبع رغباته يقول الاهلي ليه؟ لان انت بتتكلم على براند ضمن نفسه يعني انا نهار ده كلعيب لو عايز احق بطولات زي ما كان هوري مثلا بيتكلم عايز احق بطولات ما احترامي يعني هارجع احق بطولات فين فريق فاخر خمس سنين زي ما قلنا واخد الاربع افريق البطولات المحلية ما شاء الله طبعا مكتزح فبالتالي انت ببيع براند يعني انا اعتقد ان مجلس دارة سيد الاهلي والتعقدات وكده شغالين وهم زي ما بيقولوا كده ايه بس انا انا رايي ده سايبين ايديهم انا رايي ده طول الوقت طول السنين اللي فاتك الاهلي كده والقالو يبيع باسمه سايبين ايديهم يعني النهار ده باحترام يعني محمد علي في رمضان يعني انت من غير ما تتعب مش هتخش بقى مع الاخدود ولا تخش مع سين موساد كده كده اللي عايزك لانه هو عايز مصلحته عارف ان هيجي هنا هلاي فلوس مضمونة هيجي بطولات مضمونة هيجي جمهرية كبيرة فبالتالي الراجل اهو يعني مش عايز اقول بس يعني ان هو ايه يعني عمل مشكلة في تونس بلده واهله وكل حاجة ليه عشان يجي الاهلي لان هو عارف هو جعله فدي الجز ايه جز الكلر ناس كتير بتشوف كلر ده الراجل الهادي المنطوي اللي قاعد بالورقة والقلم واللسه عايش في الزبن المنافيلة الكلام ده مش حقيقي كلر ده على فكرة بيتعصب بشكل قوي جدا وراجل طلباته وخصوصا للفترة الاخيرة يعني هو ابتدى كمان يبقى ايه اقوى البطولات قاوة قلبه الجماهيرية قاوة قلبه صح الراجل ده خلي بالك عشان بس الناس تبقى فهم تفكيره مش عايز روس مش عايز روس عشان الناس كتير يقول لك ايه اصلي قولة عنده عروض خالص ومش عايز عروض كتير مش عايز روس كتير مش هيمشي ليه الراجل ده كبير في السن طول حياته يقعد هنا في نادي كل سنة يجيب خمس ستة بطولات فبالتاني هو ايه متكيف كده بس هو هيحارب اي حد هيقفله في هدفه ده حتى لو الحد ده ادارة الاهل يعني ادارة الاهل هتقف في طريقه لا هتلاقي ردود فعلا قوي جدا زي ما حصل في المؤتمر طيب هل هو بيبيع رجالته وهو مي رجالته كانت الخالب بيبو لا مش برجالته خالص من اول يوم كانت الخالب بيبو دخل النادي وكولر مش على هواه هتقول لي ليه اقول لك ليه كان فيه مشاكل الدنيا والاخرة بين كولر وسادة وحفيز كانت نساء وحفيز شاكل كبير جدا بس راجل ما طالبش انه يمشي ما قالش انه يمشي جيف مطش كده رايح طالع الطيارة فين سادة وحفيز اجاب معا ده مشي لدارة مشيته راجل هاجا وماجا مين جي مكانه جي فلان خالب بيبو كانت الخالب بيبو كانت خالب بيبو ومن اول يوم تعيينه يقول شمال كولر يمين خالب بيقول يمين كولر شمال هواكد الفندق ده لا مش عايزه الملعب الفلاني اللي اخترته ومش عايزه اصلي حصل مشكلة في الايبة مكان بتحصل مشكلة ما كانت خالب حفيز برضو بس هو ما عجبوش فكرة ايه رحيل ده ومجي ان انت فرطت عليها ما عجبتوش هتجي تقول لي النهاردة المعيار البطولات لا مش كتصاب حفيز في السنة اللي ميشي فيها القالك يرخ كل بطولات والسنة اللي قبلها اللي خسر كل بطولات وكتصاب حفيز الممشيش طيب السنة ده كتخالي بيبو واخ كل بطولات واحتمال كبير يمشي او بالنسبة كبير جدا يمشي اذا الموضوع ملوش على علاقة بالبطولات هو الموضوع ان النهاردة كولر طلب فعلا انك جدت خلي بيبو يمشي خلي بيبو مش من رجالته المترجم بتاعي طيب النهاردة انت النهاردة بتطلب ان خالب بيبو يمشي وده من رجالة الأهل طب انت المترجم بتاعك انت شايفه من رجالتك من حقينا مشي لان احنا شوفنا نهو عمل اكتر من خاطر من وجود نظرهم اللي واحدة بواحدة مش واحدة بواحدة هي انت النهاردة انت بتكلف احترافية مش النهاردة موسوم خالص في جهاز طبيعي جدا الجهاز كله تحت تقيم انت شايف ان خالب بيبو عقابة الخالد بيبو مع حفظ العقاة وطبعاً. عقابة الخالد بيبو، التقييم بتاعه أقل؟ نحن نرى أنه عقابة الخالد الجوادي تقييمه أقل. النهاردة في المؤتمر الصحفي، أريد أن أقول لك معلومة. لماذا أريد أن أريد أن أريد أن أرى أن هناك مشكلة مع عقابة الجوادي؟ المؤتمر الصحفي الذي يوجد فيه كل ردارة النادي الأهلي، جابه مترجم أخرى، قال لهم الكلام ليس بالطريقة دي. أو لم يكن وصل للمرحلة دي. حصل موضوع الجمهور بس ده مش الأساسي خلص. قصة الجمهور واللعيبة فين؟ مش دي الأساسية برضو. القصة في الأساس من القصة دي. وفيه شكوى من اثنين اللعيبة بدون ذكر أسمعهم. فيه اثنين اللعيبة أكبار داخل الفرقة مشتكين خلد الجوادي. تمام؟ فهي قصة قصة. بيشتكوه ليه؟ بيشتكوه أنه هو قال كلام لكولر هم ما كانوش عايزين أنه يتقال له. يعني بدون تفاصيل يعني. لوو بيوصل لكولر. هم ما كانوش عايزين أنها توصل. تمام؟ فدي قصتهم. بالنسبة لللعيبة كل لعيب طلب كله لأنه يمشي ليه قصة. تجيب اللي وراء والقلم كده؟ يلا بس على طول بقى عشان لك. خلالهم ارتلت لعيبة بس. برسي تاو. برسي تاو. ايه مشكلة برسي تاو؟ برسي تاو. أنا ارتلتك قبل كده. فاكن نفسه مرسي تاو. مرسي تاو؟ برسي تاو. ما نزلش المحاضرة. فين هو؟ فقوته. رح قوله رساب المحاضرة وطلع لبيرسي تاو قوته. وخبط عليه. ما فتحش. فضل خبط عليه لحد ما اطلع له. وعنيفه جدا ساعته. دي كانت مشكلة كبيرة. حصلت المشكلة كده حصلت على الدك. حصلت كذا مشكلة مع برسي تاو. برسي تاو مشكلته برضو اهمية شوية. لأنه هو لما كان واقف على رجله. جاله اكتر من عرض. والاهل يرفض له. دلوقتي الاهل يعمل فعل السنة لبيرسي تاو. من غير ما يرجع لبيرسي تاو. وقال له هات عرضي مشي. ده الراجل مش عايزك. فده اللي مزعل بيرسي تاو. طب كهرباء. كل مشكلة بكهرباء فرح واخت كهرباء. اللي يقول لك غير كده. يبقى هو مش فهم كله. قولر قال له تلت مرات ما تروحش. سافر. يعني ما تحضرش الفرح وسافر. كهرباء مرضوش. والراجل وصل له عن اكتر من الحد ان ده يعمل مشكلة كبيرة. وان لو تفتكر ساعتها ترتيبك هيبقى الثالث. من ساعتها وكل روحك القرار. انا مش هلعب كهرباء. إلا لو الموضوع جاء على مصلحتي. يعني لما كان وسامة ابو علي مصاب. وكان مودس مش نافع خالص. هتلعب. كان بيلعب. اول ما رجع وسامة ابو علي كهرباء مش هيش. طيب الثالث. انا ارتدك مين؟ ارتدك برستو كهرباء. مين عنده تاني مشكلة؟ مين عنده تاني مشكلة؟ ابشا مسلا بحسيني الشحال؟ ابشا تصريحات. انه وصل له كلام عن ابشا انه هو تكلم عنه تلابش كبيرة. بس. يعني هو كل لعيب عنده كيس. هو مش راجل بيقوم. عبقادر. عبقادر الراجل كان بيقول له بشكل واضح جدا. انت ما بتدفعش. مش هتلعب طوله ما تدفعش. تمام؟ عبقادر بقى ممكن يكون هو ما عندهش القصة على الدفاع. ما كانش بيعمل ده. فبالتالي الراجل اعتبر ان ده عدم تنفيذ لتعليماته فاستبعده. لما ابتدى ينافس تعليماته شوية ابتدى يدخل. عايز بس عقب حتة سريعة عشان هاولا يتكلف جزاية تانية. فكرة رحيل مدير الكورة في النادي الاهلي بناء على طلب المدير الفني دي ما حصلتش في التاريخ. ومش هتحصل في التاريخ. ليه؟ لان قرار تعيين مدير الكورة او قرار رحيل مدير الكورة ده قرار قطاع الكورة. قرار ادارة الكورة في النادي الاهلي قرار رئيس النادي الاهلي مش قرار المدير الفني. حتى في ظل وجود من والجزئ ما كانش بيتدخل ابدا مين موجود مدير الكورة. حتى لو اشتكى من بعض الشخصات كانت موجودة وقتها في الحجبة الاولى او التانية او التالتة وكان يشتكوا بتحصل مشاكل. ففكرة رحيل خالد بيه بناء على طلب كولر انا بأكد لك الكلام ده حتى لو حصل انه ماشي او قعد ما بيبقاش قرار مدير فني. رؤية قطاع الكورة. مفهوم. عشان كده الموضوع مختلف. عشان كده في بقى واحدة بواحدة والكلام ده بدليل ان رحيل سوء الخفيز مجموش قرار رئيس طلبه. لا لا كولر رئيس حتى لو الموضوع في ادارة الكورة النادي الاهلي خلي بيهو هيقعد شين سنة.